قصد تدابير الحجر الصحي الشامل التي فرضها الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا يقضي مسلم فرنسا شهر رمضان في أجواء استثنائية في مرسيليا يتواجد عدد كبير من المسلمين من مصر والمغرب العربي وجزر القمر والسنغال والشرق الأوسط ويبلغ عدد ساعات الصيام هنا نحو ثبانية عشر ساعة قد لا تجد مظاهر كزينة رمضان إلا أن الشوارع الفرنسية وأسواق الحلال تزيد فيها بيع الحلويات والطمور بجانب اللحم والخضروات مشاهد ستشعرك بحلول شهر الخير وتمثل فرصة كبيرة أيضا للتجار للبيع وتحقيق الأرباح نحن نعمل كل الشعائر العادية نستعد برضو بالعصائر وأمر الدين والمكسرات وموجودة الحاجات دي هنا لكن ملهاش أي طعم مش زي مصر إحنا بنحاول نعمل المكسيموم عشان نحصل على أجواء بتاعتنا في مصر بس طبعا ما بنرش نحصل عليه بنفس الجودة يعني بس يعني يا ربنا بيوفقنا من ناحية الشعار الدينية على قد ما نقدر وبعد كده طبعا بسبب وجود إخواتنا العرب هنا كتير الجزائريين والمغربة ومصريين برضو فبنحس شوية بأجواء رمضان والله استعدادات زي كل سنة اللي هو الواحد بيحاول يشتري كل حاجة ويحاول يطبخ كويس ويأكل حاجات يشتهيها في رمضان ولسه في حاجات بنزبطة لسه ما خلصناش على جانب أخر دور كبير يقوم به الأئمة من خلال المساجد والإذاعات المختلفة هو وسائل التواصل الاجتماعية للتوعية بأهمية احترام الإجراءات الاحترازية لفرنسا في ظل الشهر الكريم الاستعدادات أولا رمضان هذا ثاني رمضان يأتينا في ظروف غير عادية نحن دائما في ظل جائحة كورونا ومازلنا مع إجراءات التحفظ والتباعد والوقاية لأن هذه من الأسباب مع الدعاء إن شاء الله الذي نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء نحن نسجيه في أنفسنا باش يكون ولائم فطور في المسجد ونهيقوا في المسجد الطراء وغيرنا للسجاد باش يكون المكان يعني ما ضيقه وصالح لسل العبادة والصلاة يعملوا فطور وتكون صادقة يعني الناس تأتي في وقت المغرب وقت الفطور الناس تفطر في المسجد بيكون عندنا الإخوة اللي بيجيبوا أكل يعني بيجيبوا الأكل الفطار ونفطروا مع بعض ونصلي الترويح بحول الله وعندنا أكثر من خمسين تلميذ من حوالي أربع سنوات إلى حوالي 12 عام يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن وبالرغم من الحجر الصحي المنزلي فإن روح المشاطرة والتكافل تتجلى في رمضان حيث تكثف العديد من جمعيات الجالية المسلمة من تقديم المساعدات لمن أنهكتهم تداعيات أزمة كورونا من خلال توزيع المواد الغذائية الضرورية عليهم للعام الثاني على التوالي ستختفي مظاهر كموائد الإفطار الجماعية كذلك أداء صلاة المغرب والترويح بالمساجد بسبب حظر التجوال الذي يبدأ في السابعة مساء إلا أن كل هذا لن يمنع المسلمين في فرنسا من الترحاب بالشهر الفضيل واستأمال كبيرة في انتهاء كابوس كورونا في القريب العاجل ترجمة نانسي قنقر